كيف تعمل الأجهزة القابلة للطي؟ برانش إديوكاشن لديكم هنا جهازي سامسونج فولد وموترولا ريزار وهما أحدث طراز من الأجهزة القابلة للطي في هذا الفيديو سنفهم آليات عمل هذه الأجهزة وتكنولوجيا التي جعلت من هذه الأجهزة شيئاً واقعياً وفي هذا الفيديو سنتكلم عن الآليات داخل جهاز سامسونج فولد تحديداً بما أنه لا زال يتعين علي تصميم العناصر الداخلية لجهاز موترولا ريزار لكن لا يزال كلاهما يمتلكان تكنولوجيا الشاشات المطوية كما تعلمون أن جهاز سامسونج فولد كان يمتلك عيوباً رئيسية في التصميم وهناك الكثير من الفيديوهات التي تتكلم عن هذه العيوب وكيف أنه يكسر بدلاً من التكلم بنفس الموضوع ولنفهم الأجهزة القابلة للطي بشكل أفضل سأريكم كيف يمكن تصميمها للعمل أولاً سنكشف الجانب الهندسي لما وراء المفصل وبعدها التكنولوجيا في طبقات الشاشة القابلة للطي وبعد ذلك ولإصلاح مشاكل هذه الأجهزة سأعيد تشكيل المفاهيم لديكم عن هذه الأجهزة وتجربة الخاصة والآن لنبدأ في البداية لنلقي نظرة على المفصل إنه ليس مثل مفصل باب ذو ضلفتين مثبتتين معاً بواسطة براغي لكنه نوعاً ما مشابه لطريقة طي الكتب بما أنه يمتلك مفصلاً مع الجهتين اليمنى واليسرى وبعد إزالة الغلاف عن المفصل سيتسنى لك رؤية آلية العمل الداخلية لدينا في الأسفل والأعلى مفصلان والذان يصلان كل الشقين معاً أيضاً يوجد أربع مزالج على طول العمود في الخلف مع الأزرار والنوابض على جانب وثقوب على الجانب الآخر عند فتح الهاتف بالكامل تدخل هذه الأزرار بالثقوب وبالتالي تمنع الطي والإغلاق دون كمية صغيرة من الطاقة مما يجعل الهاتف أكثر صلابة ويعطي شعوراً أنك تستخدم جهازاً لوحياً ومن ثم هنا لدينا زوج من الكابلات المسطحة والتي تسمح للشقين الأيمن والأيسر بالاتصال وأخيراً لدينا مجموعة فريدة من التروس في المنتصف وبطانة معدنية جزئية أو دليل الحركة والذي يساعد على التحكم في الحركة لكل الاتجاهين ويمنع أي التواء من اليسار إلى اليمين ونهاية تعمل هذه التروس على التأكد من فتح الشقين بشكل متماثل مما يعني أن هتين الزاويتين متساويتان في كل الحالات تماماً كأجنحة الفراشة مما يعطي تجربة أفضل لعملية الفتح والإغلاق أما بالنسبة للشاشة القابلة للطي فيوجد هنا العديد من الطبقات المختلفة في الأعلى طبقة حماية ثم أسلاك شاشة تعمل باللمس وتحتها شاشة من نوع أموليد كنت بالفعل صنعت مقطعاً أتكلم فيه بالتفصيل عن الطبقات الأساسية للشاشات التي تعمل باللمس لا تنسى أن تشاهده وهذه الشاشة هي نوعاً ما شبيهة بهم لكن مع الفرق الرئيسي وهو أن شاشة أموليد القابلة للطي لا تمتلك طبقة زجاج واقية وبدلاً من ذلك توجد طبقة حماية على الوجه هذه الطبقة ألين من الزجاج لكنها تسمح للهاتف بالإنحناء الفرق الآخر هو خلال عملية تصنيع شاشة الأموليد وعلاوة على الرقاقة المعدنية المرنة يوجد خلف تلك الرقاقة طبقة من البلاستيك والفوم ومن خلفها طبقة معدنية صلبة مع مفصل من الكورديون على طول الطي وهذا يسمى بالمفصل الحي والذي يسمح بالإنحناء على طول مركز الشاشة هذا الهاتف الذكي يحتوي على بعض العناصر المبتكرة إلى حد ما لكنها لا تزال تحتاج إلى اختبار متانة أكثر فاعلية والعديد من عمليات إعادة تصميم أثناء النماذج الأولية والذي تم تصميمه بسرعة ليكون السبق الأول في السوق حسناً لننتقل إلى الجزء التالي إليكم إعادة تصميم مفاهمي وتجربتي مع الهواتف القابلة للطي أولاً أود أن أصنف الشاشتين إلى شاشة رئيسية وشاشة ثانوية واستعمال مفصل أسطواني مجوف مع الأسلاك في الداخل هذا المفصل يشبه الفواصل المستخدمة في أجهزة نينتندو دي اس ومجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف القابلة للطي وسيكون قابلاً للإغلاق لحمايته من الأتربة والغبار وربما الماء أيضاً على الرغم من أن الشاشتين الرئيسية والثانوية ستكونان منفصلتان سيكون هناك فرص كثيرة لتطوير تطبيقات لاستغلال كل منهما والشاشتان المنفصلتان أكثر ملاءمة لتعدد المهام الجانب الأساسي من الهاتف سيكون بمثابة هاتف ذكي معتاد أما الآخر سيتألف من عدة طبقات شفافة والتي تتكون من زجاج مقوة شاشة تعمل باللمس شاشة من نوع أموليد طبقة من البولمر المغطى بسائل من الكريستال طبقة من أكسنتريد الألومنيوم ومن ثم شاشة لمس أخرى وزجاج مقوة أنتم بالفعل تعلمون ما هي وظيفة هذه الطبقات لكن ماذا بالنسبة لسائر الكريستال؟ هو زجاج شفاف أو غير شفاف يتم تحكم فيه كهربائياً وتستخدم هذه المواد في العادة لتحويل زجاج نوافذ قاعة المؤتمرات من نوافذ شفافة إلى نوافذ غير شفافة ومن ثم تأتي هذه الطبقة طبقة أكسنتريد الألومنيوم وتسمى ألون أيضاً أو الألومنيوم الشفاف والتي توفر القوة والصلابة الهيكلية وهي نفس المادة التي يتم استخدامها كزجاج مقاوم للرصاص على المركبات المدرعة الآن بعدما فهمنا ما هي الطبقات عند إغلاق الهاتف الذكي ستكون الشاشة الثانوية مطوية على الشاشة الرئيسية والشاشة الثانوية ستصبح شفافة بالكامل وشاشة اللمسي في خلف الشاشة الثانوية ستعرض الشاشة الرئيسية وسيعمل الجهاز كالأجهزة الذكية المعتادة وعند فتح الشاشة الثانوية ستقوم طبقة البولمر والكريستال بتحويلها إلى غير شفافة وستعمل الشاشة الثانوية كشاشة لمس إضافية ما هي آراءكم حول هذا المفهوم الجديد للأجهزة الذكية القابلة للطي أترك تعليقاتكم في الأسفل وهنا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة والشكر موصول لزاك من قناة جيري ريغ لتزويد بالصور والتي ساعدت بشكل كبير في تصميم هذا الهاتف كما أن قناته لطالما كانت إلهاماً كبيراً لهذه القناة ستجدون أنه يقوم بعمل مراجعات في قناته واختبارات المتانة والكسر لمجموعة واسعة من الهواتف والأجهزة التكنولوجية وتتفرع هذه الحلقة إلى النماذج الأولية واختبار المتانة وشاشات اللمس شكراً لكم على المشاهدة وإلى المرة القادمة فكروا في البساطة المفاهمية والتعقيد الهيكلي في العالم من حولنا